موسيقى موسيقى لقد ظلت فكرة ثبات الأرض ومركزيتها في الكون مسيطرة على الفلكيين طوال 1500 عام حتى ظهر نموذج أبسطة خلال الثورة العلمية يعتمد مركزية الشمس كان هذا تطورا تاريخيا أحدثه نشر كتاب الفلكي البولندي نيكولاس كوبرنيكاس المعنون في حركة الأقاليم السماوية في عام 1543 في كتابها المميز المنشور في عام 2002 بعنوان زينة الدنيا تذهب الباحثة الإسبانية ماريا روزا مينوكال إلى أن الإسهام القيم للعلماء المسلمين في إسبانيا المسلمة في الأصور الوسطى قد تم ويتم تجهله أو تقلل شأنه عن عمد في كثير من الكتابات الغربية بينما أرجع الكاتب الأمريكي برين بارنرد إنجازات هؤلاء العلماء إلى عبقرية الإسلام في كتاب له بنفس العنوان صدر في عام 2011 وأضف له عنوانا فرعيا هو كيف صنع المسلمون العصر الحديث لقد استلهم الفلكيون المسلمون آيات قرآنية مثل تلك التي وردت في سورة الأنبياء وسورة ياسين وهم يقومون بدراساتهم الفلكية القائمة على الملاحظة والاستنتاج لقد أدت بحثهم إلى إثبات مركزية الشمس في مجموعتها إن أعمال الخازن وأبي ريحان البيروني وابن الشاطر والأزويني والطوسي والزمخشري وفخر الدين الرازي مع آخرين كانت تترجم إلى اللاتينية وتقرأ في مكتبات الأندلس خلال ثلاثة قرون ممتدة من القرن الحدي عشر إلى القرن الثالث عشر للميلاد محققين سبقا بينا على اكتشاف كوبرينكوس لمركزية الشمس بمئتي عام على الأقل ولنأخذ مثلا كتاب الرازي المرجعي التفسير الكبير المنشور في نحو عام 1179 للميلاد كتب يقول فيه إنه على الرغم من أن الأرض قد وصفت في آية بأنها قرار فيتوصف في آية أخرى باعتبارها كوكبا وكرة سماوية كرة أرضية تدور حول الشمس وإذا ما سئلت كيف يعيش الناس والكائنات على أرض مستديرة في الوقت الذي تدور فيه حول الشمس فإن إجابتي ستكون أن الكوكب من الكبر بحيث أن المساحة المنبسطة عليه ممهدة بما يكفي لكي تستوعب حياة الكائنات كلها فوقه لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون ترجمة نانسي قنقر